تختلف الأكلات والأطباق الرئيسية من بلد لأخرى وتعتبر الأطعمة جزءاً من ثقافة شعب كل دولة وهذه الأطباق تعتبر أساسية في قائمة الطعام خلال الاحتفالات والمناسبات الخاصة ونجد ضمن تلك الأطعمة أطباقاً غريبة تعتمد على الحشرات والحيوانات التي يمنع تناولها في بلد أخرى وتستعرض المصرية في التقرير التالي أغرب أنواع الأطعمة حول العالم ومن أهمها وجبة التماسيح ويعتبر لحم التمساح من الأطعمة المفضلة لدى عدد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغفورة وكمبوديا والذين أقروا أن طعم لحمه هو مزيج من طعم الكابوريا والدجاج شربة الكلاب طبق شعبي أساسي في كوريا الشمالية ويسمى شربة الصحة مائدة الحشرات وتعتمد عدد من دول العالم على الحشرات في مائدة طعامها مثل تايلند والصين وتايوان وتأتي الصراصير في مقدمة الحشرات شربة الخفافيش وبرغم اعتبار الخفافيش ناقلات للعديد من الأمراض إلا أنه يتم تقديمها كوجبة غذائية في تايلند والصين الأفاعي المقلية وتعتبر أحد الأطباق المفضلة في الولايات الجنوبية بأمريكا ويقوم الأهالي باستياد الأفاعي وقليها باعتبارها وجبة أساسية كعك الدبابير ويصنف ضمن قائمة الحلوى في اليابان ويتم وضع الدبابير في الكعك وتناوله كوجبة خفيفة الجبن الفاسد يشتهر هذا الطباق في إيطاليا وهو عبارة عن جبن محشو بيرقات الحشرات كالذباب العناكب المقلية وجبة شعبية شهيرة في كومبوديا ويعتبرها أهل البلد مصدرا للبروتين ويشبهون طعمها بسرطان البحر سيقان الضبادع وتعتبر أحد أشهر الأطعم الغريبة في فرنسا ويقوم الفرنسيون بشويها أو قليها ويشبهون طعمها بالمزيج بين طعم السمك والدجاج والآن شاركنا برأيك في التعليقات ما هي أغرب أكلة لم تكن تتوقعها اشتركوا في القناة